السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين ومشاهدين خناة الصحة جمال أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم انت الطبيبة النهاردة هنكلم في موضوع مهم وهو الليزك احنا بجد فيه فترة صورة صورة في عالم طب و جراحات العيون كلمة ليزك بقت منتشرة كتير اليومين دول وبنسمع بس مش ليزك بنسمع عن فيمتو ليزك فيمتو سمايل الفص كتير عايزين نفهمها وبقى التنافس ما بين الأطباء دلوقتي او ان انت تعمل حاجة جديدة في الليزك بنشوف بجد اول مرة نشوف ازاي عيان يقلع النظارة وفي لائل خمس دقيق بس يبقى شايف من غير النظارة ودي العملية الوحيدة اللي انت جيتها ببان في ساعتها يعني فيش نتيجة عملية في الطب كله او في الجراحة كلها بتشوفها زي نتيجة الليزك او فيمتو ليزك ان هو دخل بالنظارة وطالع من غيرها وشايف كويس جدا من غير النظارة هيكلمنا النهاردة عن الموضوع ده ضفت المنوراني وطولة مرة مصطفى استشار تبقى جراحة العيون والليزك زميل مجلس العالمي لتبقى جراحة العيون اهلا بيك اهلا بيك يا طب اهلا بيك عايزين بداية كده نعرف يعني ايه بس كلمة ليزك من البداية ومصالح ده جي ازاي تمام هو عايزين نقول ان الليزك يعني مش حاجة موجودة بقالها سنين كتير هي حاجة مستحدثة نتيجة تقنية الليزر اه ده معاي عشان اقدر اوضح يعني ايه ليزك تمام احنا القرانية عندنا يعني عبارة عن مجموعة من الطبقات طبعا هي مش واضحة كده هي رؤياء قوي بنشوفها بالملي والمايكرو تمام اللي بيحصل في الليزك ايه احنا بنرفع الطبقة العلوية بتاعت القرانية تمام الليزر بينزلي عالج الليزر المعالج بينزلي على القرانية تمام هنا انا بقدر عالج اسر النظر وطول النظر وبعالج الاستجماتيزم بعدين برجع الطبقة اللي احنا رفعناها بالفلابة دي كده ممكن نحط عدسة لصقة او ممكن ما نحطش والعين بيخرج يعني ايزا اقولك العين فعلا بيبقى قلع النظر يخرج شايف يعني ممكن يخرج يقرالك الحاجات اللي هو كان داخل قلع النظر ومش شايف ده يعني الليزك بشكل مبسط يعني هو طبعا الليزك فيه يعني فيه انواع كتير احنا ممكن نكلم عنه نزيبها نبدأ نكلم في الانواع ونفهم الناس الفضاءات ما بينها تمام هو مصطلح ليزك ليزك يا دي اول حاجة طلعت اتعملت اني انا الفلابة اللي برفعها او الطبقة الاولى من القرنية اللي برفعها دي برفعها بالمشروط مش عايزة كلمة مشروط يبقى معناها للعينين بالنسبة لقلم ووجه جراحي كمان اللي هو بشكله المعتاد المخيف اه لا احنا بالنسبة لنا مش هتترجم دمه وقلم وكده لاني انا استخدمت مشروط او ما استخدمت مشروط هي بالنسبة للعين بتفرق في اني انا بتعامل مع سمك الكرونية عايزة اقل يعني يفضل عندي بعد العملية اكبر سمك اسيبه للعين وبحيث ان العملية تخرج من العين لو عملية تبقى آمنة تمام فهو الفرق دلوقتي بين الليزك واللي طلع بعديه الليزك المستحدث بعديه اللي هو الفيمتو ليزك الفيمتو بنشيل الفلابة دي او بنقطع الفلابة دي كده احنا مش بنقطعها تماما بيبقى طبعا في جزء لسه ماسك في القرنية دي بنعملها بالليزر مش بالمشروط بيفرق معايا انا كجراح ان السمك اللي سيبه في القرنية بيفرق اذا انا استخدمت المشروط او استخدمت الليزر بالنسبة للعين ده يفرق في ايه بقى العين ما بيفرقش بالنسبة له حاجة جوه العملية هو يعني هي كلها بتبقى تحت الاجهزة هو بقاش حيسس ده ليزك ولا ده فيمتو ليزك ولا ده انهي انواع تمام هو بيفرق معايا انا انهي العيان اللي هاخترله يعمل ليزك او يعمل احنا عايزين نقول اول انواع الليزك انه فيه عندي الليزك اللي هو الليزك التقليدي وفيه الليزك السطحي وفيه ليزك بصمة العين اللي هو الـ HD او بنسميه الليزك التفصيلي تمام وفيه الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل واخر حاجة مستحدة سأليها السوبراكور ليزك السوبراكور تمام يعني الليزك بقى فيه انواع كتيرة جدا يعني فانا عشان كده بقول ان العيان انا باختار العيان لكل حالة لكل نوع من الليزك ما نفعش عيان تصل بقى في تلفون يا دكتور انا عايز اعمل الليزك الفرياني ده سعره كامل مش حاجة اسمها كده انت هتجيلي نعمل فحص فحص كمبيوتر اشعار فوتغرافية للعين نشوف سمك القرانية نشوف اذا العيان عنده تشوهات بصرية ولا وعلى هذا بعد كل الفحصات دي والكشفات انا اللي حدد انت مناسب ليك النوع كذا النوع كذا مثلا او النوع كذا مش العيان هو اللي بيختار بيختار مثلا زي كانها في تسريحات شعر مثلا او هاي لا ده هو مناسب ليه حاجة معينة مناسب ليه حاجة معينة اول ما طلع الليزك اللي احنا بقولوا عليه الليزك التقليدي بعد كده طبعا كان بيتعامل لكل الناس باختلاف الوظائف بتاعتهم بكل حاجة اللي بيشتغل بالليل زي اللي بيشتغل بالنهار لقينا ان العيانين اللي عندهم تشوهات بصرية احسن معاهم نوع اللي هو الليزك هنقول الـ HZ او بصمة العين وتاني حاجة الفمتوليزك هنبس تشوهات بصرية عشان تشوهات بصرية دي حاجة غير قسر النظر وغير طول النظر وغير استجماتيزم بتبقى مؤثرة برضو على النظر يعني العيان بيبقى عادة على علامات شايف 6-6 قدامي لكن دكتوري انا مش مرتاح ممكن نمثلها مثلا اضاءة اللمبة كلنا بنشوفها اضاءة عادية مدورة على حجم اللمبة عيانة تشوهات البصرية بيشوف حواليها نور تاني او بيشوف شكل النور مختلف احنا بنشوف مثلا شكل النور نقطة في الخلفية السوداء نقطة بيضة نور نقطة بيضة عيانة تشوهات البصرية بيشوف النور في النقطة خط يعني هي لها اشكال كتير ما بيشوفش الاضاءات زي ما احنا بنشوفها طبعا هو بيبقى الشايف 6-6 تعادوا على علاماتي يقولك أنا شايف دي وشايف دي لحد علامة الستة ستة لكن هو مش سايق بالعربية وبالليل وهو مرتاح مش شايف الأنوار اللي حواليه قاعد زي كل الناس إدقاط التلفزيون مش شايفها زي كل الناس فده أنا بتعامل معاه أنه هو مش عيان أسر نظر بس هو الأول أنا أعرف إزاي تشوهات البصرية دي غير شكوة العيان أنا عندي فحوصات أقدر أعرف بيها العيان دي عنه تشوهات بصرية ولا لأ يبقى ساعتها العيان هقوله أنت مش مناسب لك الليزك التقليدي إحنا هنروح لنوع تاني إما لزك بصمة العين الـ HD أو إلى الفمتوليزك أنا عشان كده بوضح أنه العيان مش بيختار النوع اللي هو جاي وحاب بيعمل كذا أو زميله عمل كذا فأنا عايز أعمل زي عشان زميلي موسوط عايزين نبدأ نوضح برضو الفرق بين التقليدي والسطح الليزك السطحي دي يعني هي تقنية برضو جميلة وموجودة بيفدني أني أنا هو الليزك السطحي احنا بنقول عليه النوت وطشي تكنيك الليزك السطحي ده أنا مش بلمس العيان نهائي هو الليزر هو اللي بينزل بيتعامل مع الطبقة الكرونية الأمامية للعين تمام بالليزر برضو هو بينزل حجم الليزر اللي هيعالج لي كمية أسر النظر اللي موجودة أو نوع المشكلة في الإبصار اللي موجودة هو الليزك السطحي احنا بنفضله لعينين الرياضيين يعني أصحاب الرياضيات العنيفة الملاكمة والمصارعة اللي هما يعني هيكمل في الرياضة اللي هو فيها وبيأخذ لكمات وضربات بحيث أن أنا الفلاب ما ما يبقاش عندي النقطة اللي هي مفتوحة دي تبقى طبعا قفلت وكل حاجة بس بتزلي هاي عنفة ممكن تفتح تاني فإحنا بنفضل لصي الليزك السطحي للأرقام العالية لما بيجي لي عين أرقامه عالية وأنا الليزك السطحي ده أنا يعني بفقد فيه أقل سمك من القرنية فينفع أن أنا أقدر أتعامل فيه مع أرقام عالية ينفع أن أنا مع العينين اللي هما الرياضيات العنيفة هو الفرق بس أن هو الليزك السطحي مش واخد شعبية جمدة لإني فترة منقها ما بعد العملية في الليزك السطحي أطول فترة في كل أنواع الليزك كانوا زمان بيقولوا أنه فيه ألم أكتر في السطحي عن المعتاد هل كان ده لسه موجود هو فعلا بيبقى فيه شكشكة وحرقان نوع من الألم أكتر من أي أنواع الليزك التاني لإني الليزك السطحي بيتعامل مع الطبقة العلوية اللي في القرنية اللي هي فيها كل الأعصاب اللي أنا ببقى حاسس بيها يعني هو العين بيقعد فترة ممكن نقول مثلا بعد العملية الدنيا مغيمة شوية معا لسه لحد ما القرنية ترجع لطبعتها مغيمة فيه شكشكة فيه حرقان فلازم بيبقى نفهم العين قبل الليزك السطحي أنت مناسب لك الليزك السطحي علشان كذا وكذا لكن بعد العملية هيبقى فيه فترة إحنا الرؤية مش واضحة فيها تمام هيبقى فيه فترة من الشكشكة والحرقان هنستحملها علشان كده العين ده لازم بيتحطله عدسة لسقا عدسة لسقا مش نظر بس عشان تحميل طبقة القرنية الأولية وتقلل إحساس الشكشكة والحرقان بس هو أأمن عموما هو الليزك السطحي بيبقى من يعني هو بنختاره للحالات اللي هي أنا مش هينفع أعمل لها ليزك مش هينفع أعمل لها فمتو الليزك مش هينفع أعمل لها أي أنواع تانية من الليزك لأن احنا قلنا ساعات العين بعد الفحوصات والكشف أعمل فوتوغرافيا العين اللي هو هنقول عليه سمك القرنية أشوف الإراية لا أنت مش مناسب لك الليزك أنت أأمن لك عملية الليزك السطحي نبدأ لنوع التالت تقريبا وهو الـ HD الليزك الـ HD هو كتكنيك بنعمله زي الليزك ولكن بيفرق فيه البصمة العين أو الـ HD ممتاز في التشوهات البصرية زي ما قلنا اللي هو العين ما بيشتكيش من السواء قبل لإضاءات التلفزيون والحاجات دي لكن كتقنية ها ما بيحسش بالفرق ده جوه العملية احنا قلنا إن احنا بنرفع الطبق الأولانية وننزل الليزر هو اسمه تفصيلي يعني بيتفصل على مقاس القرنية اللي معمول لها العين احنا القرنية عندنا مش كلها مستوية يعني مش كلها قد بعض فيه حتة معرجة فيه حتة نزل شوية وحتة طلعة شوية حتة سمكة أكبر من حتة التفصيل ده كأنه بيرسم لي صورة للقرنية أنا النقطة دي هعالجها بمقدار كذا النقطة اللي جنبها بالزبط هتتعالج بمقدار غير النقطة اللي جنبها فهو ده التفصيل يعني بيتفصل على كل قرنية بحيث إن هو يخرج معالج أسر نظر أو طول نظر أو استجماتيزم وفي نفس الوقت معالجها التشوهات البصرية اللي احنا بنقول عليها لها الإضاءات والحاجات اللي بتبان يعني غير البنقنين فهو ده ليزك الـ HD استحدث بعد الليزك لما طلع بقى عيوب الإضاءات والكلام ده في الليزك نوع بقى الخامس والله هو السوب راكور آه الفهمتو ليزك وفيه الفهمتو سمايل وفيه السوب راكور يعني هو السوب راكور دي تقنية جميلة جدا يعني كنا زمان ما نقدرش نعمل يعني كنا العيان يجي لي مثلا بعد أربعين أو السن اللي هو خمسة أربعين نظرة القراءة نقول له هعمل لك ليزك ولكن هتلبس نظرة قراءة فكان يبقى عنده مشكلة طب أنا مثلا شغلي مكتب أنا محاسب أنا يعني بالنسبة لي الكمبيوتر واللاب توب والموبايل ده أطول وقت في اليوم فكده أنا هلبس النظرة أطول وقت في اليوم طلع بقى ليزك السوب راكور السوب راكور ده ليزك بيعالج المسافات وبيعالج القريب إزاي ده بيحصل إن الليزك ما بينزلش على برضو القرانية كلها بنفس المقدار فيه نقط هينزلي عليها علشان النقط دي أنا هشوف من خلالها المسافات فيه نقط تانية هتنزل بمقدار مختلف علشان أشوف أقرأ كده من قدامي وأمسك تليفوني قراءة جيدة جدا فهو ده تقنية مبتازة جدا هو ده سؤال أنا كنت أسأله اللي هو مشكلة البريز بايوبيا أو المشكلة القراءة أو المشكلة الدفت اللي بيحصل مع السن عموما بعد اللبعين كنت رسا أسألك هو ده ملوش حل فأنت سبقتيني بالجابة فعلا كان من كام سنة ما كانش ليه حل فعلا لكن دلوقتي يطلع اللي هو ليزك السوبركور أنا عارفة أنه هو أقل شهرة شوية بين الناس لإني غالبا اللي بيدور على عمليات الليزك ممكن يبقى سن مثلا الثلاثين العشرينات كده فهو أقل شهرة يعني هو لكن هي عملية ممتازة جدا دلوقتي أنا أقدر أشوف أقرأ كويس شوالي أشوف مسافات أشوف أسوق اللي اتنين يعني هيعالج لي اللي اتنين فدي طبعا يعني كالتقنية ممتازة استحدثت طبعا يعني بعد ظهرت طبعا بعد الليزك وبعد الـ HD وكده تمام فهمتو اسمايل الفهمتو ليزك والفهمتو اسمايل إحنا عايزين نقول اللي اتنين مع بعض الفهمتو اسمايل اتعامل عن طريق أن أنا بقدر أعالج القرانية بدون ما أفتح أن أنا الطبقة الأمامية دي نهائي تمام هنقول إن هو بينزل هنا على النص تمام بيعالجي هي مشكلة الفهمتو اسمايل مثلا ما خدش فلاب خاصة ما خدش فلاب لا هو عالج وانا قفل الليزك اخترق الطبقة الأمامية في العين وعالج الطبقات الوسطى تمام وأنا ما فتحتش الفلاب خالصت العين من خلال فتحة بسيطة جدا بدخل أشيل الجزء اللي أنا عملتله معالجة والعين ما تلمستش هي بس الفهمتو اسمايل لغاية الآن هو بيعالج أسر النظر بس يعني مش بيعالج طول النظر هو عشان كده ما خدش شهرة كبيرة يعني الفهمتو اسمايل الفهمتو ليزك الفهمتو ليزك أنا بفتح الطبقة الأمامية للعين دي بالليزر تمام فأنا ما عنديش كده أي مشارة تستخدمتها عليكت هنا القرانية عليكت بقى أسر نظر أو طول نظر أو تشوهات بصرية أو استجماتيزم مع فتحة الليزر وقفلت تاني فهي يعني عملية الفهمتو ليزك دي عملية مستحدثة وممتازة أقل فترة نقاها بعد العمليات طبعا ما فيش جرحة خالص ما فيش أصلا فتحة خالص أقل فترة نقاها العين ممكن على هنقول لو ريح يوم هيبقى على تاني يوم أو تالت يوم خلاص هو رجع لحياة الطبيعية يعني أنا في عين كلمني بعد ممكن كام يوم وقال أنا نزلت البسين يا دكتور عشان طيب انا كده نورتينا بالنسبة للأنواع في سوء المهم بقى الساعة تيجي واحدة حامل مثلا أو واحدة يعني من فترة ما بعد الولادة وعايزة تعمل الليزك أنا فهمتوا الليزك بتنصحيها بإيه هو ده سؤال جميل جدا يعني أنا عايزة أقول أنه الليزك والحمل الحمل مش يحصل له مشكلة من الليزك بمعنى أن الليزك والليزك الأشعة مش ضررة مثلا على الجنين لا هي مش أشعة ضررة نهائية ممكن تكون بتعمل أشعات تانية كتير أقل يعني أقصر من الليزر فهو الليزر بينزلي فوكس دي يعني محدد على نقطة العين أنا مليش دعو بقية الجسم خالص فهو كليزر وحمل آمن مش يعملي حاجة للأمة ولا للجنين إنما أنا بفضل أعمله كليزك في المرأة الحامل أو المرأة اللي بتردع في أول ستة أشهر دول بنصنفهم تصنيف واحد هقول لا لأنه الفيسيولوجية بتاعة الحملة الطبيعية بتغير كل حاجة بتغير كل حاجة في جسم المرأة يعني حتى سمك القرانية بيتغير وشكل القرانية بيتغير فبيفرق معي إن ممكن الإيرايات والأشياء ما بقاش هو ده المقياس الدقيق بالمايكرو للعين فيفرق معي إن هي ممكن بعد مثلا بعد ستة أشهر بقى رضع تقول للدنيا فالرؤية اختلفت فهو كأمان على الحمل هو مش دار على الحمل لكن كنجاح جودة عملية ونجاح جودة رؤية يفضل إنه بقاش في الحمل ولا في أول ستة شهور لأن دي فترة الرضع الكونتينيوس المستمرة وبعد كده بيبدأ بقى ما الطفل ده خله أكل طيب هي فيسيولوجيتها الطبيعية ترجع طيب السؤال المهمة بقى هل الليزك ليه مشاكل أو ظهرت له مشاكل حديثة أو مضعفات يعني هو طبعا يعني مقارنة بأنواع تانية كتير من العمليات فهو يعتبر يعني أقل مشاكل حصلت زمان بنسمع عن نسبة النص في المية دي أو الواحد من عشرة في المية النسب الأوليه لأوي من المضعفات بصه هو ما فيش ممارسة طبية ما لهاش أي مشاكل إنما إحنا في كل العلاجات والجراحات ما بحبش أسمي يعني الليزك إن هو جراح لأنه الليزك فعلا مش جراح يعني كل التقنيات اللي إحنا بنعملها في الجسم عامة معنا تليفون معيز محمد ألو ألو تفضلي يا محمد سلام عليكم عليكم السلام الدكتورة معاك سلام عليكم الدكتورة عليكم السلام يا فاند تفضلي لو سمحت يا دكتورة كان عندي سؤال لو سمحت يا دكتور تفضلي أنا معاك أنا من قريب مش بشوف كوي تمام عندنا كم سنة يا محمد أنا عندي 42 42 42 طيب المشكلة القراءة من قريب دي ابتدت معاك من إمتى نعم ابتدت مشكلتك من قريب من إمتى يعني من إمتى حستي المشكلة دي يعني من سنتين من سنتين آه تمام منين يا محمد نعم انت منين أنا من الأفضل طيب نورتينا وهاردولك على سؤالك حال نعم شكرا تمام نعم شفان فضلي احنا دلوقتي طبعا قدام مشكلة البريس بايوبيا هو سؤالي ليه العلم لليه أن ده برضو من ضمن مهام الطبيب فيه احنا عندنا في مصر عامة يعني بعض الأماكن لا يمكن لا يمكن يلبس نظرة ولازم نحترم عادات وتقاليد البناء المين ولازم نحترم نعم 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 حاجة عيب ولازم نحترم رغبات البناء المين فهي احنا مشكلتنا محمد بريس بايوبيا بمعنى مع السنة طبعا مش هنكبرها قوي يعني بعد الاربعين بنحتاج ان احنا عشان اقدر قلب اقرأ كده يبقى العيان بيبعد عشان يقدر يشوف يقرأ على المسافة الطبيعية للبس نظرة قرية فهو اذا مش هنعمل نظرة قرية زي بقولك هو هيبقى النوع المناسب لها اللي هو السوبركور هنعالج بيه القريب وهنعالج بيه البعيد اذا النظرة مش مناسبة هنعمل الليزك طيب طيب خلينا نرجع لموضوعنا هو المضعفات او كومبنيكيشنز بتاعة العملية نفسها زي ما قلنا هو كل نوع ليه يعني ليه مضعفات احنا قلنا الليزك اول ما طلع طلع فكرة انه هو فيه تشوهات بتظهر في بعض الناس ما كانش بيبقى تم معالجتها فعشان كده طلع بعديه الليزك الـ HD او بصمة العين يعني ممكن هو الليزك اقل عملية ليها اي مشاكل طبعا يعني فيه حاجات في الكتب من اهمها جفاف العين تمام جفاف العين جفاف العين فيه عينين بيبقى قريدي احنا في مصر جونا شوية عندنا التراب وكده فاحنا بالفعل فيه جفاف عين في البنى قدمين معظمهم بنسب مختلفة تمام الليزك بقى بيممكن بيزود شوية الجفاف فبتفرق في الانواع يعني فيه انواع يعني الفهمتوا اسماعيل والفهمتوا ليزك اقل حدوث للجفاف الليزك اللي هو الليزك التقليدي وليزك بصمة العين او الـ HD اكتر للجفاف من العينين اللي هو الفهمتوا ليزك والفهمتوا اسماعيل تمام السطحي اكتر عرضة للجفاف لان انا شلت الطبقة اللي هي الامامية كلها بتاعت قرانية العين تمام فهو الجفاف وفيه عين ما بيجلهمش جفاف خالص يعني وفيه عين برضو بيبقى ما عندوش تشوات بصرية وفي عين بيعمل الليزك اللي هو التقليدي وما بيجلوش بعدها تشوهات بصرية ولا هو بيبقى كان عنده من الأول تشوهات بصرية أنا عايزة أتكلم عن اللي هو نقطتين مهمين أو اللي هو أمين طب نقول مدام أمل بالسويس وبعد كده عزيزك تكملي فضالي مدام أمل مدام أمل بالسويس فضالي وطورة معايك عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام رزيك دكتور الحمد لله تمام رزيك دكتور أنا عنده سكر وضغطة وعالي اللينين دي يعني نشوفها قليل كده تمام تمام عندنا سكر من إمتى من برد لأكتر من عشر سنين أكتر من عشر سنين سننا قبضية مدام أمل خمسين سنة يعني ما عملتيش الفحوصات الدورية للسكر قاع العين والقياسات الدورية يعني آخر مرة آخر مرة زورتي دكتور عيون كان إمتى كشف دكتور عالية كده يعني دكتور عالية كده آه يعني يعني ما عملتيش قاعين من بدر لا ما عملتش قاعين بنلبسي نضارة بنلبس نضارة طيب هرد على سؤالك هرد على سؤالك شكراً يا عمدام أمل طبعاً من أمل فتحت لنا سؤال مهم جداً هو الليزك مع السكر يعني هو السكر لوحده والليزك مع السكر هو السكر طبعاً مرض يعني مزمن بيحتاج متابعة دورية لازم العيان يتطمن على نفسه بقاع العين هو هتزور الأول طبيب العيون طبعاً هنشوف النظر أغباره إيه ونعمل قاعين ونشوف الشبكية فيها أثار من السكر ولا ما فيهاش وعلى هذا الأساس أقدر حد المتابعة الجاية ليه إمتى ففي ناس بيحتاج متابعة ثلاث شهور وفي ناس ستة شهور وفي عيان هشوفه بعد سنة فمش كل العيانين طبعاً زي بعض فطبعاً السكر لازم لازم كشف دوري لقاع العين طبعاً إحنا هل بنعمل لازج في مرضى السكر طبعاً هو السكر أو مريض زي أي مريض يعني ممكن طبعاً أعمله لازج وتبع عملية نجحة جداً وممتازة طالهم إنه هو مشكلة النظر اللي عنده مش بسبب أعراض في الشبكية مش بسبب أنزفة في الشبكية أو حاجة من السكر هو حد عادي جداً مذبط سكره وماشي على علاجه عملية تحاليل الجديدة وكويسة جداً مش ميأثر لي السكر على سمكة القرانية ولا على العملية اللي أنا عملها أختارها بالطريق الطبيعي جداً النقطتين مهمين اللي حضرتك كنت تتكلم فيهم عشان نخلق الفكرة اللي هو شروط عملية الليزك أو العيان مين العيان اللي يعمل عملية الليزك ومين العيان اللي يعملش عملية الليزك في عيان يجيلي أرقامه عالية جداً ومصر إن أنا أعمل الليزك فإحنا عايزين نقول إنه هو في غير الليزك في عمليات زر العدسات أقدر أصلح بها لأقرام العالية قوي في أسر النظر وخلفه من غير ما أنا ألجأ لعملية الليزك بمعنى إنه هو الليزك عملية ممتسك جداً إذا أنت عيان مناسب للليزك مناسب عن طريق أول حاجة سن العيان سن العيان ما فيش حاجة اسمها الليزك في الأطفال غير تكلمنا المرة اللي فاتت عن الحالة الوحيدة اللي فيه فرق عالي بين العينتين فأنا محتاجة أعمل الليزك في عين واحدة عشان تقرب من العين التاني هذه الحالة الوحيدة وليس هناك حالة أخرى بعمل فيها الليزك في طفل فلازم يبقى حد بعد الثمانتاشر كنا زمان بنقول عشرين دلوقتي بعد الثمانتاشر مع شرط ثبوت النظر معايا قراءات قديمة للعيان إن العيان ده نظر وسابق عملت له قاع العين والدنيا كويسة عملت له الفوتوغرافيا بتاع العين اللي أنا بحدد منها بعد كده هعمل أنهى أنواع من الليزك فإحنا عايزين نقول إنه ما فيش لزك في السن الصغير الحالة اللي قلناها والعين بقى مناسب وهختار العيان وهختار له أنا أنهي نوع من الليزك يعني أنا هقدر عمل النقطة تانية كنت عايزة أتكلم عنها هي نقطة الأطفال يعني إنه هو إنه نسمع الوقت الليزك 13 سنة و14 سنة يعني طبعا ما فيش كده النقطة التانية فكرة اللي احنا بقول الليزك في الأرقام العليا ما دخلش عايين وقوله أنا هو عايين ناقص مثلا 15 ناقص 16 ولا صلح لك الجزئية دي من العين الأرقام لحد هنا لأ هو فيه عمليات أخرى زر عدسات فوق عدسة العين نحمل عليها الـ ICL دي عمالية ممتازة جداً وتتعمل في السن الصغير طبعا نورتنا رأي سعادتنا شكرا لك شرحت صدرنا ونشوفك إن شاء الله في فقرات تانية كتير شكرا لك شكرا لك ونستعب تاكفاتك إن شاء الله شكرا شكرا